موسيقى تواصل ايران محاولاتها التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وخاصة دول الخليج باستخدام اذرعها المختلفة والتي تعمل على ضرب استقرار هذه الدول من خلال نشر الفوضى وتهديد الامن كان اخر هذه التدخلات التي كشفت عنها مملكة البحرين بعد الضبط جماعة الارهابية مدعومة من ميليشيا حزب الله اللبناني كانت تستطر خلف نشاط حقوقي بغية تنفيذ عمليات الارهابية في المنامة ونشر الفوضى والعبث بامن المملكة اذرع وخلايا حزب الله اللبناني التي لم تهدأ منذ نشأة الحزب في ثمانينيات القرن الماضي عن تسجيل تاريخ من المؤامرات للعبث بامن واستقرار دول الخليج العربية ها هي مؤامرة جديدة له تتكشف تفاصيلها في البحرين فتحت ستار من التسميات الحقوقية والانسانية تعمل خلاياه الاجرامية خلصة للتخطيط لاعمال ارهابية في المملكة النيابة العامة التي ضبطت عددا من افراد هذه الخلية الارهابية كشفت انها اسست ما يعرف بمرصد المنامة لحقوق الانسان واجهة قامت من خلالها هذه المجموعة الارهابية بعمل يزعم انه حقوقي لحشد مسيرات غير قانونية يتم استغلالها للقيام باعمال شغب وتخريب وتنفيذ اعمال ارهابية في المنامة التحقيقات البحرينية كشفت ان مؤسس هذا المرصد الحقوقي المزعوم يتلقى الدعم المادي من حزب الله اللبناني عن طريق شخص بحريني الجنسي يقيم في لبنان توجه لا يبدو جديدا لمثل تلك التنظيمات الارهابية التي لطالما عرف عنها تغطية ممارساتها بتسميات خيرية او انسانية او حقوقية سياسة يحترفها جيدا حزب الله اللبناني الذي استمر في دعم اشخاص ومنظمات وهمية بهدف ارسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الانسان في البحرين والسعودية والامارات بغرض تشويه سمعة تلك الدول غاية لم ولن يكتب لها النجاح بعد من كشفت نوايا هذا الحزب للعلن معنا من المنامة الكاتب الباحث السياسي الاستاذ عبدالله الجنيد اهلا بك استاذ عبدالله معنا في سكاي نيوز عربية استاذ عبدالله اهلا بك دعنا نبدأ عن هذا الكشف عن هذه الخلية طبعا اريد ان اسألك عن المعلومات هنا ما طبيعة هذا الكشف عن هذه الخلية كيف كانت تريد القيام بأعمال ارهابية طبعا من وراء تشكيل او تأسيس منظمة حقوقية او يعني انسانية يا سيد الكريم هو لا اكثر من غيطاء وهذه المجموعات الان كل ما تحتاجه هو الاعلان عن نفسه عبر الفضاء الفضاء الافتراضي ويتم تقديم كامل الدعم لها حسب الخطط الموضوعة من قبل القيادات في الجانب العسكري او الجانب السياسي او الجانب الاعلامي ويشوف على ذلك قيادات اما من لبنان او من لندن او للأسف من العراق وايران لكن هذه يعني استاذ عبدالله كم سنة تعمل الى الان هل كان عملها محدود ثم تم القبض عليها بشكل مباشر ام بقت يعني لسنوات يا سيد الكريم بالتأكيد يجب ان نعرف ان هذه التنظيمات هي مشروبية وابان اطلاق مشروع الاصلاحي قد سمح للكثير من هذه التنظيمات او الجمعيات ان تنشأ تعبيرا عن يعني واجب تحفيز ان تكون هناك ان يكون هناك دور فاعل للمجتمع المدني وكذلك بالاضافة الى الجمعيات السياسية ولكن للأسف تم يعني تسييس او طعفنة كل هذا الادوات المجتمع المدني وهذه المنظمات طبعا الكثير منها نتيجة مخالفة للقوانين الضابطة لذلك النشاط تم بعضها تم حله ولكن هذه المؤسسات لا تعلن ولا تسجل لدى الوزارة المعنية وهي وزارة التنمية الاجتماعية فهي كل ما تحتاجه هو موقع تؤسس موقع في الخارج وتقوم بعملية يعني القيام بأعمال تحريضية في الشارع وتمد يعني ماديا وهي تغري هؤلاء الشباب الصغار اما بالمال او بالمخدرات طيب استاذ عبدالله هنا يعني وقفة فيما ذي قبل يعني كان هناك تدخل ايراني عبر المال وعبر السلاح وشاهدنا في اكثر من دولة وايضا في البحرين مؤامرات وما شابه اليوم يعني هناك دور جديد الدخول عبر منظمات حقوقية او انسانية يديرها بحرنيون ربما في الداخل او في بيروت او في دول اخرى هذا اسلوب جديد اليس كذلك للأسف هذا ليس جديدا لا ليس جديدا تماما وقد تم التصدي له من خلال يعني اقلام مستغلة او ناشطين مستغلين وكذلك من قبل المجتمع المدني نحن نعرف تماما ان هذه المؤسسات او التفرعات المشرومية لهذا الحراكة الطائفة المسيس يملك الكثير من الادوات والان يعني نحن عندما نتكلم عن الجريمة الالكترونية عملية التحريض وهذا هو الدور الاول والاخير افتعال مصادمات وسابقا في قبل 2013 قام احد من يسمون بالنشاطة الكبار وهو نبي الرجب وهو الان تحت يعني حكم عليه حتى قبل فترة في جريمة التحريض هذا الرجل كان يقوم باستدعاء بعض الاطفال ويعني افتعال بعض المواجهات مع الرجال الامن وفي احدى اكثر من مرة تعرض هؤلاء الاطفال وهذه الاعمال الموثقة يعني لضرر بدني كبير وفي بعض الاحيان يعني في احدى الحالات انزلقت احدى السيارات وقتلت احد الاطفال فهذه التنظيمات هؤلاء الاشخاص لا يملكون مقومات عمل مهني واخلاقي يعني هم يتحدثون عن انهم مراقبي حقوق انسان ولكن ميدانيا هم ناشطين سياسيين لهم برامجهم الخاصة بهم والمناهضة للاستغرار اساسا يعني عندما يقول لانسان انه ناشط حقوقي وينزل الى الشارع ويحفز شباب صيقار على رمي الملتوف طيب ساد عبدالله استمرار ايران او حتى استمرار هذا الحراك الطائفي كما اسميته انت هل يعني بعد كل هذه الاحداث هل هناك وعي في البحرين من كل الطوائف هنا يعني هل هناك وعي بما يحدث بضرورة اللحمة الوطنية لابتعاد عن هذا الموضوع هل تكون مثل هذا الوعي تشهده في الشارع البحريني قبل يومين او ثلاثة اقر قانون الاسر البحريني وهو لأول مرة حيث ارض في صيقته الاولى على اساس ان يكون قانونا موحدا في قضايا المدنية التي تخص الاسر البحرينية ولكن للأسف نتيجة وجود تلك التنظيمات المطأثنة سواء سنيا وشيعيا لان كل اللوم يقع على الوفاق وغيرها لما هناك كذلك جمعيات سياسية سنية وهي كانت تعارض حتى وجود هذا القانون ولكن عندما تم يعني بعض التشجيع السياسي من قبل القيادة السياسية تم تبني الشق سني ورفض الشق الشيعي الان وعيد القانون من جديد في قانون واحد لأسر بحرينية واحدة يشرف عليه مجلس واحد يضم قضاء شرعيين سنة وشيعة فبالتالي هنا هذا النوع الذي تحتاجه البحرين من مشاريع مدنية تتجاوز كل وتركة من فبراير إلى الآن ما نحتاجه هو تفعيل أدوات المجتمع المدني طيب أستاذ عبد الله يعني من أهم ما عملت عليه هذه المنظمة وهذا مرصد حقوق الإنسان كما سمي مرصد المنامة كان هو إرسال رسائل ومعلومات مزورة تعكس حالة إنسانية سلبية ليس فقط في البحرين ولكن في السعودية والإمارات العربية والمتحدة أيضا في هذه الحالة هل تعتقد سيكون هناك يعني محاكمة جنائية أم إرهابية يعني هل ستكون في محاكمة عسكرية كما رأينا في قضايا أخرى بالتأكيد إن كانت هناك محاكمات قد تخضع لقانون يعني في شقين أما في الجريمة الإلكترونية إن كان نشاطهم يندرج تحت ذلك أما إن ثبت عبر التحقيقات التي تغوم بها الجهات المختصة أنهم أشرفوا أو شاركوا أو مولوا أو دعموا جراء متصلة بالإرهاب فبالتأكيد فأنهم سيقومون تحت طائلة قانون الإرهاب طيب أشكرك كان معنا من المنامة الكاتب والباحثة السياسية الأستاذ عبدالله الجنيد شكرا جزيلا لك دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكمين في قضية خلية العبدالي الإرهابية الهاربين حاليا وكانت تمت إدانتهم بأحكام نهائية بتهم التخابر مع إيران وميليشيات حزب الله وأضافت الداخلية الكويتية في بيان لها أنها تأكدت من وجود المتهمين المحكومين داخل البلاد طبقا للسجلات الرسمية للمنافذ تهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن واتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين المرفق صورهم وأسماءهم مع هذا البيان مناشدتهم من أجزة الأمنية لإدلاء بمعلومات عن 16 هاربا أدينوا وصدرت عليهم أحكام نهائية بالحبس بتهمة التخابر مع إيراني وحزب الله اللبناني فيما عرف بخلية العبد للتعود إلى غصص 2015 عندما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الكشف عن خلية تتكون من 25 كويتي وإيراني تتعامل مع إيران وحزب الله ويخزن أفرادها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات بهدف القيام بأعمال عدائية ضد الكويت وكانت محكمة الاستئناف قد برأت عدد من المكتهمين وأخلت سبيلهم مما مكن بعضهم من الاختفاء بعد صدور أحكام التمييز الأخبارة انتشرت في الأيام الأخيرة عن اختفائهم تلقى فوى الشارع الكويتي بكثير من الغضب وهما دفع بعض المشرعين الاستفسار من الحكومة عن مصيرهم وزارة الداخلية قالت في بيانها أنها تثبتت من وجودهم داخل البلاد وفق السجلات الرسمية وحذرت من اتستر عليهم أو من يحاول مساعدتهم على الفرار بالحبس والغرامات المالية وقد بدأ عدم النواب البرلمان محاولة عقد جلسة خاصة عن قضية خلية العبدلي هم ملابسات اختفاء عدد من عضائها وهدد بعضهم الحكومة بالمساءلة واعتبرت مصادر قانونية بأن حكم التمييز بإلغاء براءة معظم المتهمين وأصدار أحكام نهائية بتهمة الانضمام لحزب الله واعتناق مبادئه يجعل من الانضمام للحزب أو اعتناق مبادئه مجرما في الكويت وكان القضاء الكويتي أسلل الستار على الجزء الرئيسي من قضية العبدلي بإصداره أحكاما مشددة على معظم أعضاء الخلية تراوح بين المؤبد والحبس خمس سنوات وقد تصدر المحاكم الكويتية أحكاما إضافية على المتهمين إذ تنظر محكمة الجنايات في اتهامات لأعضاء الخلية بالتدريب على السلاح في لبنان من قبل حزب الله لم تبت بها سابقا معتبرتا أنها خارج ولايتها لأنها حدثت خارج الكويت لكن محكمة الاستناف قضت بولاية القضاء الكويتي على الجرائم المرتكبة خارج الكويت وارجعت القضية لمحكمة أول درجة للبت فيها رغم إصدال القضاء الكويتية ستارة على جزء الرئيسي من قضية العبدلي التي استقطبت الشارع الكويتي لأكثر من عامين إلا أن اختفاء عدم المدانين يحيي القضية والجدل الساخنة بشأنها من جديد سعد لانيزي اسكانز عربية الكويت مساء انتهى وغدا مساء جديد وملفات جديدة بإذن الله في أمان الله اشتركوا في القناة